أنا عبر برومي خذ هذه القصة جنون هيدول الجماعة الجيش الأحمر الياباني The Japanese Red Army عبارة عن ما بعرف كم واحد بس منهم كثيرا اليابانية اللي هن ضد الإمبريالية وضد من هيدول اليابانية اللي اعتبروا أنه الأمريكان هن حكمين العالم وحكمين اليابان وهن ضد الأمريكان وضد الإمبراطور وهن بدن يحروا اليابان والعالم اجوا حربوا مع الجبهة اجوا تمرنوا مع الجبهة الشعبية بلبنان وعملوا عملية أربعة منهم بمطار اللود بفلسطين المحتلة و كان في تواطئ بين الجيش الأحمر الياباني ما في شي اسمه جيش أحمر ياباني ما في شي؟ فهن الأربعة راحوا عملوا عملية راحوا عملوا عملية بهالعملية كانوا بمطار اللود شايفوا عالم لبسين أسود طلعوا فكرون أرثو دوكس جوز انهم مش عارفين شي مش عارفين شي مواعف شو قوصوا قتلوا لنش ثلاثين واحد عشرين واحد مجزرة قتلوا حالهم في واحد ما قدر جرب يقتل حاله بس ما ما ضبطت الجرناد ما فقعد ووقفوا الإسرائيلية اسمه كوزو أوكموتو وكوزو أوكموتو هو هو الوحيد الوحيد اللي عنده أساسيلم في لبنان ما في غيره لا أكوزو أوكموتو هو اوكموتو هو إسرائيلية في بيروت لا فهذا عايش؟ ماذا؟ وما وقفوا قالوا انتو شو عم تعملوا مين انتو؟ انو الإسرائيلية ما فهموا مين انتو؟ فقالوا نحن نحن عدد جابانيس جرد أرمي واو مدفاق على مي grandi إنه دενショăm انتو أردج هناك ستكون ستتتبه تشاركوا في حر Agriculture ستتCheف من أثنان أنت تصبح أردج ومن عددنا إذا كانت نحن ستتتعلم мы ستكون ستتتحلم عدد مع مولا ستتعلم أعتقد أن بعض الأشخاص الذين قمت بها أصدقائنا في الظهر سوف يتحدث عن الأشخاص ويكون هناك الكثير من الأشخاص حسنًا لكن كنت أفهم صار في حكة تواطئ بين هؤلاء الأشخاص ومقابل لكي تذهب إلى لبنان لا، أريد أن تفهمها ماذا يجلبهم هنا؟ من يتحدث معهم؟ جيدًا بالسبعينات بالسبعينات سأعطيك مثال حرب أهلية صارت في الـ 58 في لبنان ماذا حدث في الـ 57؟ صارت الثورة الكوبية هذا هو أصدقائي ربما أنا خطأ صارت الثورة الكوبية لفرجت أننا نأخذ سلاح ونغير نظام ونفعل ثورة ونتحدى العالم هذا هو الـ business model أي والثورة الكوبية ماذا يعمل تشيكيبارا؟ هو راح جرب يطبقها بأفريا فشل، بس أن هذا كان الهدف تبعه وبعتقد ما في صورة طبعية بلبنان قد صورة تشيكيبارا اللي بعد بتليها بالحمراء بعدها موجودة بكثافة اللي بالسبعينات بكل المظاهرات بتشوف سورة تشيكيبارا فنحنا بلبنان وبالعالم العربي منا بعاد عن العالم ودايما فكرة الثورة فكرة أنه بدنا نغير نظام بدنا نتطور بدنا نظام علماني بدنا 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 هيدا الفكرة دايما موجودة وفي أجيال ناضلت حاربت قاتلت وماتت كرميل هيدا الشي فهنا المنظمات الفلسطينية بالسبعينات كانوا موصولين بكل المنظمات الثورية بالعالم من جنوب أفريقيا فمثلا نالسل مندالا قالوا لهم انت ليه انت ليه انت ليه صحبي مع معمار قدافي وانت صحبي مع أبو عمار قال لهم أنه نحنا أعدائكم منهم أعدائنا ولوقف معنا وقف معنا لذلك بسبعينات الـ Black Panthers الـ IRA الـ Red Brigades الـ بادر ماينهوف بادر ماينهوف كل هيدول بلبنان الـ Black Panthers بلبنان لأن لأنه كان في عقائد سياسية عقائد إديولوجية تتطابق هانت نشتغل سوا وهيدول العقائد مبدئيا المحور تبعها هي أنه نحنا فينا نحارب فينا نناضل بالسلاح فينا نغير فينا نغير بالسلاح وهيدا بينفهم بإطار الحرب الباردة لأنه نحن عم نرجع نفوت فيها فنحن عايشين حرب ولا حتى باردة يعني عايشين فيها فبدنا نكون بس وعيينه على هيدا الشي جهور يابانيي من وراء هيدا النتورك اللي نبنا صح مراحب إذا حابيتوا هذا الكليب يمكنكم تعملوا لايك على الفيديو وتعملوا سبسكرايب على الشانل تابعنا هنا وإذا كنت تحضروا سرد الكاملا يمكنكم تحضرواها هنا